موسيقى وقال المختصة بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب إيه اللي بيذكر عن يسوع هنا هو أنا بقول لكل مشاهد أني لما نيجي نقول هل كان يسوع نبيا الرب يسوع دور من أدواره أنه كان نبيا وتنبأ فعلا بالمستقبل وكشف أعماق وصرائر الناس أعماق وصرائر الناس وكان نبيا مقتدرا في القول والفعل لكن لم يكن فقط نبيا يسوع المسيح كان نبيا وملكا وكاهنا وهو ابن الله وهو مخلص العالم وهو المسيح الآتي إلى الفداء البشرين وعلى فكرة استفانوس شماس الكنيسة أو الشهيد الأول لما حب يربط هذه العبارات نفس العبارة بيتكلم أنه فتهذب موسى بكل حكمة المصرين وكان مقتدرا في الأقوال والأعمال وبيربطها في مجيء موسى مجيء المسيح هذا موسى الذي أنكروه قائلين من أقامك رئيسا وقاديا وهكذا بيصل لآية 37 هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون شايف موسى يسرد كل تاريخ الرب يسوع ويقول ده اللي بتتم فيه النبوة يوم ما استفانوس قال الكلام ده ده إمتى وسنة كام يعني سنة كام فهم أن النبوة دي ماتة لوقة إلى آخره إمتى فهموا أن دي النبوة تمت في المسيح الكلام ده في القرن الأول الميلادي صح لما قادي الناس تلاميذ المسيح فهموا النبوة أنها تمت أقول أنها تتم في شخص تاني موسيقى